في اول مظاهرة كبيرة منذ الاسبوع الماضي احتشد متظاهرون في هونغ كونغ للاحتجاج مجددا على قانون تسليم المجرمين الى الصين وتجمع المتظاهرون امام محطة السكك الحديدية عالية السرعة حيث سلموا رسائل احتجاج الى المسافرين محطة السكك الحديدية عالية السرعة هي السلة بين هونغ كونغ والصين وهذا هو اقرب مكان يمكننا فيه نقل رسالتنا الى الصين وبحسب المنظمين فان الهدف من وراء هذه المسيرة الكبيرة هو شرح القضية للمواطنين الصينيين بسبب ضعف التغطية الاعلامية للحركة الاحتجاجية داخل الصين نحتاج الى مواصلة الضغط على الحكومة لانغاء مشروع قانون التسليم ثانيا نريد ان نظهر احتجاجنا السلمي لزوار البر الرئيسية لان الصين منعت الاعلام ونحن نريد ان نظهر لهم حقيقة ما يحدث ولمنع المتظاهرين من الوصول الى محطة الكطارات فائقة السرعة وضعت الشرطة حواجز لفصل المنطقة التي يوجد فيها السائحون السينيون عن المظاهرة وتشهد هونغ كونغ منذ الشهر الماضي مسيرات حاشدة احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين الى الصين والذي اثار مخاوف واسعة بشأن حقوق الانسان في ظل حكم الصين ترجمة نانسي قنقر